موسيقى أهلا بكم والبداية من الزعم الحكومي للرياضة العراقية إذ استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني وفضل منتخب الوطني لكوة القدم قبل مغادرته العراق وذلك للدهول في معسكر تدريبي لخوض أولى مباريات التصفيات النهائية والمؤهلة لبطولة كأس العالم والتي ستقام في ملعب البصرة في الخامس من شهر أيلول المقبل وأكد رئيس الوزراء أن جميع أبناء الشعب لديهم الأمل والطموح بنجاح المنتخب في هذه التصفيات حيث يستحق العراق والتواجد في كأس العالم لما يمتلكه اليوم من إمكانيات ومواهب وكفاءات تشارك في الدوريات الكروية الأوروبية بجانب ما نمتلكه من ملاك تدريبي متميز وكفء وفرط له الحكومة وما وفرته له الحكومة في أشكال الدعم المطلوب كما وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه وفد المنتخب الوطني أن المنتخب سيخوض التصفيات النهائية في العراق بعض سنوات طويلة عن آخر مباراة خاضها على أرضه وهذا يشكل عامل قوة سيساعد على تجاوز مباريات التصفيات وأن الجمهور ينتظرهم بما هو معروف عنهم من الوطنية ومؤذرة المنتخب في كل الظروف مشيرا إلى وجود حملة وطنية ستطلقها الحكومة بعد زيارة الأربعينية من أجل أن تشارك كل الفعاليات المجتمعية في مؤذرة المنتخب وكذا أن مشاركة المنتخب وتواجده في أكبر محفل كروي عالمي يؤكد الاستقرار للمؤسسات التي تخطط في جانب الرياضي لما تمثله الرياضة اليوم من دور محوري في السياسة والاقتصاد وغيرهما ومن المؤمل أن يغادر اليوم الأحد منتخبنا الوطني بكرة القدم إلى الدوحة لإقامة معسكر تدريبي تحضيرا لتصفيات الحاسمة لمونديال 2026 وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد أن المنتخب سيغادر اليوم إلى الدوحة للدخول بمعسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوع وبعدها سيعود المنتخب إلى البصرة لخوض مباراته الأولى مع المنتخب العماني مشيرا إلى أن المحترفين الذين اختارهم كاساس سيلتحقون بالمنتخب الوطني في البصرة في الثاني من الشهر المقبل خلال أيام في فضي اتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس على تجديد عقده مدربا للمنتخب الوطني للمدة المقبلة وذكر بيان الاتحاد الكرة أن كاساس يواصل رحلته مع منتخبنا الوطني لمدة جديدة حيث سيقود تصفيات الاسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونقش رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال أثناء لقائه بالمدرب المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة في الاستحقاقات المقبلة وأهمها تصفيات كأس العالم حيث يخوض منتخبنا الوطني مباراتين في الجولة الأولى والثانية أمام منتخب عمان في البصرة في الخامس من أيلول المقبل وضد الكويت في العاشر من الشهر ذاته أعلنت سل حكومة المحلية في البصرة جاهزية المدينة الرياضية وملعب البصرة الدولي لاستضافة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم وأجرى محافظ البصرة أسعد العيداني زيارة ميدانية إلى ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية للاطلاع على جاهزية الملعب لاستقبال مباريات تصفيات كأس العالم ولفت إلى أن الحكومة المحلية في البصرة أصبحت لها خبرة ومقدرة على إدارة ملف البطولات الرياضية على غرار بطولة خليجي 25 وهي مؤهلة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال مباريات تصفيات كأس العالم تغلب منتخب الشباب تحت 20 عاما على منتخب الناشئين تحت 17 عاما بهدف دون رد وذلك في المباراة الودية التي أقيمت يوم أمس في ملعب نادي أمانة بغداد وتدخل هذه المباراة الودية ضمن برنامج أعداد المنتخبين المشاركات الخارجية المقبلة التي تنتظرهما حيث سيلعب منتخب الشباب في تصفيات كأس آسيا التي تقام شهر أيلول المقبل وسيلعب منتخب الناشئين مطلع الشهر المقبل أيضا في بطولة كأس غرب آسيا في الأردن وإلى دوري نجوم العراق وصلت أنزية الدوري إلى مراحل متقدمة بفترة الإعداد وسط توقعات بأن يكون الموسم المقبل ذات تنافسية شديدة أرشد العطار معه التفاصيل أقل من شهر وتنطلق المسابقة المحلية الأغلى موسم جديد سيكون به الصراع محتدما وفي هذا ضمانة عارف بحال كرتنا سيما وأن سوق الانتقالات الصيفية شهد تواجد أبرز المواهب في عديد الفراق المنافسة وخاصة الجماهيرية منها والحديث هنا ليس على أندية بغداد فقط بل زاد الأمر عند أندية المحافظات المتواجدة بدور الأضواء والقادمة إليه الأمر الذي يثبت أن الحضورة الجماهيرية الموسم المقبل سيكون ثابتا أو في تصاعد في جل ملاعب دورنا الانتقالات والتعقدات وحدها لن تكون كافية بالطبع ففي الأجهزة الفنية وفترات الإعداد للفراق نجد أيضا هذا الموسم اختلافا عن ما سبق ففي دورنا الآن أكثر من مدرب عربي وأجنبي يتواجدون على رأس الهرم الفني لنصف فرق دورنا تقريبا مع فترات الإعداد التي وصلت ذروتها عند الجميع بواقع وحدات تدريبية صباحية ومسائية أضف لهذا معسكرات خارجية لعدد من الفراق في دول مختلفة ننتظر بشغاف انطلاق منافسات دورنا الذي اشتقنا إليه والإصراعات الكروية فيه فهل سنشهد مستقبلا مسابقة محلية تنافس بشكل جلي مثيلاتها في المنطقة العراقية الرياضية أرشد العطار زيادة عدد المحترفين في دور نجوم العراق فتح المجال أمام طرح العديد من الآراء والتساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيصب في مصلحة المسابقة أو سينعكس سلبا على اللاعب المحلي مصطفى عصام وتفاصيل هذا التقرير حسم الجدل وانتهت قضية عدد اللاعبين المحترفين بعد موافقة اتحاد كرة القدم على زيادة عدد اللاعبين حيث بإمكاني أندية الشرطة والقوة الجوية وتهوك التعاقد مع سبعة لاعبين بديلا عن ستة كون هذه الفرق لديها استحقاقات خارجية وقرار الزيادة قد يشكل إضافة مهمة لهم في المسابقات الخارجية أما على مستوى مسابقة دور نجوم العراق سمح الاتحاد للأندية المذكورة بتسجيل ستة لاعبين فقط في قائمة المباراة على أن يكون المحترف السابع خارج القائمة وفيما يخص بقية الأندية التي لا تمتلك مشاركة خارجية قرر الاتحاد اعتبار اللاعب اليمني لاعبا محليا وبإمكان الأندية التحاقد معه كلاعب سابع في قائمة الفريق وهذا القرار فتح الباب أمام العديد من الآراء والتساؤلات حول إمكانية تضرر اللاعب المحلي كون فرص تواجده في الملعب ستقل لأن المساحة الأكبر ستعطى لللاعب الأجنبي فيما يراه البعض أن زيادة عدد اللاعبين المحترفين سيعطي فائدة فنية أكبر لمسابقة دور جهوم العراق في حال بحثت الأندية عن نوعية وليست الكمية وما بين هذا وذاك تبقى نهاية الموسم المقبل هي الكفيلة بالإجابة على التساؤلات وتحديد الفائدة التي جنتها أندية الدور والمسابقة بشكل عام من قرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين مصطفى عصام العراقية الرياضية أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تغيير اسم الدور الممتاز إلى دور المحترفين للموسم المقبل وقال رئيس الاتحاد حسين العبيدي أن الاتحاد قرر تغيير اسم الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين وبينا أن الاتحاد حدد موعد قرعة دوري المحترفين يوم الجمعة المقبل في الثلاثين من الشهر الحالي في العاصمة بغداد وأضاف العميدي أن الاتحاد رفع عدد الأندية المشاركة إلى 11 ناديا بعد أن كانت في المواسم السابقة عشرة أندية وهي الدفاع الجوي والكرخ والشرطة ودجلة جامعة وزاخو والحجد الشعبي والحلة والكهرباء وغاز الشمال ودرب اندخان والتجارة أوقعت قرعة البطولة السابعة والعشرين للأنزية أبطال الدورين للرجال نادي الكرخ لكرة اليد في المجموعة الأولى وفد مراسل العراقية الرياضية أن قرعة البطولة المقامة في قطر أوقعت نادي الكرخ في المجموعة الأولى برفقة الريان القطري والكويت الكويتي والشرق الإماراتي والشباب البحريني قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد إجراء نهاية الدور الممتاز في بغداد نهاية الشهر الجاري وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض إن اللجنة حددت يومي الثلاثة والأربعاء المقبلين لإقامة المنافسات في بغداد لتحديد بطل الدوري الممتاز وبينا أن أربعة أندية تأهلت رسميا لدوري النخبة من الدوري الممتاز وهي السليمانية والفتوى والناصرية وفريق القاسم مشيرا إلى أن المنافسات هي لتحديد المراكز بين الفرق الأربعة التي تأهلت لدوري النخبة العراقي للموسم المقبل رياضة كرة السرعة من الرياضات التي لها تأريخ قديم في الدول لتدخل العراق ولتشكل نجاحا جيدا من خلال انتشار لاعبيها بجميع المحافظات تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير ألعاب حديثة دخلت رياضتنا العراقية لتشكل إضافات جديدة مع بقية الرياضات الأخرى ولتسير وفق الآليات والشروط التي تحددها الاتحادات الدولية الخاصة بكل لعبة رياضة كرة السرعة سجلت حضورا جيدا في العراق بعد أن أخذ كل العاملين بها وضع أساسات النجاح خلال البناء من أجل أن تكون لها نتاجات إيجابية في المستقبل اللعبة كرة السرعة تأسست في مصر على يد محمد حسين لطفي شخص مصري عام 1960 الاتحاد الدولي لللعبة نالي الاعتراف الدولي وأصبح التعاد الدولي معترف به عام 1984 اللعبة دخلت للعراق رسميا عام 2016 كان أحد الأندية العراقية مشارك في بطولة أقيمت في تونس بطولة العرب عبر لجنة طبعا بعدها تم دعوة العراق لتأسيس الاتحاد وتم تشكيل لجنة في العراق لإدارة شؤون هذه اللعبة قبل أن يتم تشكيل الاتحاد وأن ينالي الاتحاد الاعتراف الرسمي في نيسان 2023 من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية وأيضا من قبل وزارة الشباب والرياضة لاعبوا هذه الرياضة أخذوا يتزايدون يوما بعد آخر ليشكلوا قوة جيدة في تحدي الصعاب سيما وأنهم في بداية رحلتهم وهذا ما أعطاهم طاقة كبيرة في السير بإتجاه تحقيق الأهداف المطلوبة منهم أثناء المشاركات في الآون الأخيرة صار أقبال واسع على لعبة كرة السرعة خاصة في الشباب والبنات وفي الجهة بالبنات صار أقبال واسع كل شيء صارت عندنا بطالة الأندية العراق العام الماضي كان عندنا 450 لاعب الآن عندنا 1200 لاعب إن شاء الله وإن شاء الله عدد يزيد بمركز التدريب مالكر حاليا ندرب 45 لاعب والإقبال يزايد إن شاء الله كما تعرفون أن هذه الفعالية حديثة ونرجو الدعم من المسؤولين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ونشكر القناة العراقية والمدربين عود هذا الاتحاد لا بد من الاهتمام به من قبل أصحاب الشأن الرياضي وبشكل دائمي ليكون معطاء في البطولات الخارجية التي تنتظره خلال الأشهر المقبلة وهذا هو المطلوب من أجل أن يكون له صدى بتحقيق أفضل الإنجازات زيد غالب العراقية الرياضية بغداد خلال اجتماعه المنعقد في تونس صدق الاتحاد العربي للتنس على استضافة العراق لبطولتي الرواد والناشئين انتصار الشلي والمزيد كان الاتحاد العربي للتنس خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتونس موفقته على استضافة العراق للبطولة العربية للرواد والبطولة العربية لفئة 16 عاما للبنين والبنات استعدادا لاحتضان أولمبياد غربي آسيا العرب أهم ما جاء في هذا الاجتماع هو الموافق على استضافة البطولة العربية للرواد في شهر شباط من السنة القادمة إن شاء الله كذلك استضافة بطولة 16 سنة للبنين والبنات في شهر أربعة استعدادا للحدث الكبير الذي سيحصل إن شاء الله في العراق وهو أولمبياد غرب آسيا العرب حيث أن أكثر الدول العربية المشاركة ستكون متواجدة إن شاء الله وسيكون هذه البطولة عبارة عن بطولة الغاية منها هو الاستعداد إلى الأولمبياد 25 الاتحاد العراقي كل الشكر على هذا التنظيم وكذلك الدكتور سيف على تقديم هذه الاختراحات في هذا التنظيم بطولات مثل النوع ستثري هذه البطولة وكذلك وجودها في العراق كدولة منظمة سيعطيها كذلك نجاح كبير وإحنا كاتحاد عربي سنقدم كل ما نملك من جهود لإنجاح هذه البطولتين ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله ويأتي اجتماع الاتحاد العربي على همش البطولة العربية للتنس التي تختتم غدا في تونس بمشاركة عشر دول عربية من بينها العراق الذي عاد بقوة بعد غياب عن المشاركة لمدة عشر سنوات الحمد لله حققنا نتيجة المركز الخامس بالنسبة للبنين أثناء السنة والمركز السادس بالنسبة للبنين تحت رباطع السنة هذه النتيجة حقيقة نافسة على المراكز الأولى لكن غياب اللاعبين في المشاركة في المحافل الدولية كان سبب في إرباك اللاعب ودخوله تحت ضغط المباراة الخطة المستقبلية للاتحاد والذي نعمل عليها حاليا هي إقامة معسكرات خارجية بطولة العربية أخيرا تواجد كل البلدين العربية وخصوصا العراق الذي كان موجود في تونس منذ شهر كان في معسكر وإذا فخر لنا وشرف لنا أن نستضيف العراق وكل البلدين العربية ومنذ أكثر من عشرين سنة تونس تنظم البطولة العربية للناشئين لأن الناشئين هم الفيوتشر متاع التينس وهم اللي بشهزوا المشعل فيه من الأيام للبلدين العربية متاحهم يذكر أن الاتحاد العراقي للتينس يتواجد على الأراضي التونسية منذ أكثر من شهر في معسكر تدريبي يضم فئة الـ 12 عاما وـ 14 وـ 16 مع تحقيقه لنتائج مرضية بالبطولة العربية ودعوته لاحتضان حدثين مهمين على أرض بغداد يبدو الاتحاد العراقي للتينس مصرا على بناء أسس ثابتة من خلال التركيز على العمل الجاد انطلاقا من القاعدة والمتمثلة في الناشئة على أمل أن يجنو ثمار ما زرع وعلى مستوى دولي قريبا انتصار شلي العراقية الرياضية تونس انتهت النشرة للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات يمكنكم المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك يوتيوب انستجرام شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة